موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في قناة الحياة السهل مع حياة اول حاجة واهم حاجة هو تنهديكم هذا البارقة الغروض لجميع متتبعين القناة كل شخص وكل واحد فيكم تنهديه هذا البارقة الغروض وشكرا جزيلا على الدعم ديالكم وعلى التجيع ديالكم وكذلك على التعليقات اللي تتخليوا لي وبالسبب ديالكم وبالتجيع ديالكم انا مستمرة في القناة بفضل ديالكم وكلمة شكر قليلة في حقكم بالنسبة لحلقة اليوم ان شاء الله هتكون حول تكاتر الورد الجوري تحت طلب عدد من المتتبعين سواء من باقة ورد توصلت بها كهدية او وردة واحدة عجباتك او لا نقلة الورد او شجرة الورد تقدري تحصلي على مجموعة من الورود او مجموعة من الشجيرات اللي غتنتج لك ورود في المستقبل اهم حاجة نختاره نوعية جيدة للورود. على غاتلقا فيديو تنشرح فيه انواع الورود والاشكال ديالها لان اول حاجة نتكلم عليا هو الوقت المناسب لتكاتر الورد اشهر السنة احسن وقت فيها لتكاتر الورد هما شهر جوج شهر ثلاثة وشهر ربعة وكذلك شهر تسعود وشهر عشرة لان الجو تيكون دافي يعني ما بردش بزاف ما سخنش بزاف صالح الزرع الورود اختاروا واحد الغزم اللي يكون سليم مفيش اصابات وكذلك يكون بسمك قلم الرصاص تنأكد عليها والطول ديالو نحاولو يكون استسمح يكون في قياس خمسطاش من عشرة حتى الخمسطاشر سنتيم اي نعبرو بيدينا شبر هكا بالاسبوع ونقطعوه وبالنسبة لهاد الخلفات تنحيدوهم يعني ما صالحنش لنا نختارو هي السمك اللي يكون اعريض سمك قلم الرصاص ونجردو الغصن من جميع الاوراق اللي فيه وكذلك الاشواك نديروها بشكل مائل نحيدوها بشكل مائل ونحاولو انه الغصن يكونو فيه تقريبا ثلاثة ديال الاعيون ومن الاعلى نقطعوه بشكل مائل باش نعرفو اتجاه العقلة باش ما نغرسوهاش مقلوبة عنتو ما احنا نحسبو ثلاثة الاعيون ونقطعوه بشكل مائل ونجيو الاسفل ديال الورقة ديال العين وكذلك نقطعوها بشكل مستقيم يعني في اسفل الورقة منين تنخرجو الورقة كيف ما تتبليكم في الاسفل نقطعوه بشكل مستقيم كيف ما عودتكم دائما تنقولها وتنأكد عليها ان الاصيس اولى المحبقة تيشكل تسعين في المياه من نجاح النبتة يعني خسكون فيه تقوب لصرف المياه ونوضعو واحد طبقة ديال الحاصة في الاسفل اذا بغيتوا تشوفو شروط نجاح النبتات هانتو ما غا تلقاوه اه في الاعلى فيديو خاص بشروط نجاح النبتات بالنسبة للتربة تكون تربة طينية وفيها قليل من التربة الرملية اي نوع من التربة المهم تكون خالية من السماد العضوي لانه تتسبف تعفن خالية من السماد العضوي او لا سماد كيماوي يعني تكون تربة خالصة لان السماد بالنسبة للسقي الاولي ضروري ما نسقيه بغزارة المحبق او الاصيز في الاول نسقيه مزيان حتى يتشرب الماء بالنسبة للانه هنحتاجوا واحد شمعة نخليوها تدوب شوية لتعقيم العقلة من الاعلى هذا النقطه عفاكم لازم تنتبهوا لها اننا تنغطسوا العقلة في الشمع دائب من بعد ما طفينا الشمعة على ثلاثة الحويج اولهم اننا تنسدوا الجرح وثاني حاجة تنطهروا العقلة بتخونية الشمع وكذلك ثالث حاجة اننا تنحبسوا المياه الداخلية اللي في العقلة باش ما تبخرش وتبقى متحافظة داخل العقلة لان العقلة ما بقوش فيها اوراق جردناها من الاوراق ديالها دبا غنجيو المرحلة اللي اهم مرحلة هي هرمون التجدير الطبيعي اللي وجدناه في الحلقة الماضية وممكن اي واحد فيكم يوجده غنجيو من الاسفل العقلة ونغطسوها في الهورمون تجدير طبيعي اللي مكون من العسل والقرفة ومباشرة نغطسوها النصف نحاولو يعني عندنا جوج اعين نغطسوهم في طراب او في الاصيس حتى المنتصف بنفس الطريقة حتى نكملو هاد العقلات كاملين وكيف ما تبال لكم ان الاصيس صغير هذا اصيس مؤقت او محبق مؤقت ان شاء الله منين غي ينبتو شاتلات جديدة او ورقات خلفات جديدة غنحاولو نقلوهم الاصيس اخر المرحلة الموالية هو اننا ضروري ما نغطيو العقل بكيس بلاستيكي ونعملو فيه توقب لتهوية الاصيس او النبات وفي السقي نسقيو نسبها السقي تنسقيو تراب ما نقصوش النقلات او لا هاد العقل من الفوق ما نرشوش الماء من الفوق نسقيو التراب مرة كل ثلاثيام نزولو رطع البلاستيكي ونقلبوه تراب بيدنا كيف ما عودتكم نحاولو نمسكو التراب بيدنا الى كان مجموع را ما محتاش الماء وإلى كان تبال لنا سطح المحبق او تراب سطح تراب جاف غا نسقيوه ونحتفظو به في واحد المكان شبه ضليل حتى يخرج لنا ان شاء الله خلفات جديدة تقريبا نحتفظو به مدة 45 يوم حتى الستين يوم من بعد غا نقوم نعرضوه تدريجيا للشمس مدة خمس دقائق يوميا من بعد ممكن ننقلوهم الاصيس اكبر الى بغينه ينتج لنا بورود اما الى كنا محتاجينهم للتسويق غا نقلوهم القصص صغيرة لخاصة بالتسويق وبالنسبة لهذه النقطة اننا الى ما كنا شغن وجدوه اذا كانوا عندنا عقل وما كنا شغن غرسوهم في نفس اليوم هو يستحب اننا ناخدو العقل ونغرسوهم في نفس اليوم الى تعذر علينا هاد الشي نوضعوهم في واحد الكأس او قرورة ماء كيف ما تباليكم هنا يا ونحتفظ بهم في الماء اللي حين يوصل وقت الغرس ديالهم بالنسبة اللي هنا يا انا موجدة بعض العقل تقريبا 15 ريوم او اسبوعين من قبل انتو متشوفو مغطيهم بكيس بلاستيك الحمد لله معظم العقل نشحو نشحو في التكاتر وخرجو خلفات جديدة ورغم ذلك غنخليهم ان شاء الله حتى يكملو خمسة وربعين يوم او لا ستين يوم باش نتأكد ان هاد الخلفات راها مستديمة من بعد غننقلهم في قصص صغيرة او لا في التراب اللي تيتوفر على التراب ممكن تراب الحديقة ممكن ينقلهم في التراب الحديقة وفي ذاك الحين ممكن يسمد مرة كل نوصلو المرحلة تسميد مرة كل شهر ونحاولو نحضوهم من ملامسة الحيوانات إذا كانونا تتوفروا على حيوانات أليفة او لا الاطفال الصغار نبعدوهم لهم ننتمدنا ان نكون فتكم ولو بفكرة بسيطة بكيفية تكاتر الورد الجوري وهالطريقة راها صالحة الباقة ورد الى كنتي تتوفر على باقة ورد او توصلتي بها كهدية ممكن تكاترها بنفس الطريقة ونفس المراحل ايضا محبق اخر مديرة فيها عقل الورد هذا ما زال منتجوش الخلفات الجديدة أبغيت نشارك معكم هاد العقل ديال السنة الماضية اللي درت وكانت تجريبة ناجحة مياه في المياه الحمد لله وهاد السنة اعطونا ورود هنا اراها تم التقليم ديالها كيف ما شاركت معكم في واحد الفيديو سابق انني تم التقليم ديال جميع الورود اللي عندي في الحديقة نفس الشي حتى لهادو ومهم اهم حاجة اننا الوردة الاساسية نختاره نوعية جيدة كيف ما عرفنا ان الورود فيها عدة انواع اذا بغيتوا تعرفوا انواع الورود ارجعوا الفيديو لموضوع اعلى لينك دياله رافيه انواع جميع انواع الورود نختاره نوعية جيدة هي لان هذه النوعية عندي سنعشقها هي الاغلبية اللي تنكاتر واردكرتها لكم في الحلقة دياله تقليم الورود سنوضفها كذلك في تطعيم الورود ان شاء الله سيكون الفيديو المستقبل حول التطعيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة